الكفاءات العلمية في ديالا هدف مستباح للميليشيات ما دام الإفلات من العقاب تظاهرة تستحكم المشهد العام في البلاد اغتيال الطبيب أحمد المدفعي شاهد على ترد الوضع الأمني المنفلت في ديالا تلك المحافظة المحاذية لإيران والتي يدار ملفها من قبل هاد العمر جنرال إيران في العراق كما يصفه مراقبون وهو ما فسح المجال أمام الميليشيات لكي تحكم سيطرتها على المدينة وتنفذ أعمال عنف وتطهير طائفي غير مسبوق وهو ما أكده نقيب أطباء ديالا مرتضى الخزرجي يوميا طبيب منخطف يوميا قتل يوميا تهديد عمي ما تيدون نعوف المحافظة خليجي رئيس وزراء خليجي بوزراء هنا يجتمع خليشي في ديالا صير بها اللي ما يدبرها خليطلع اللي ما يعرف يدير المحافظة خليطلع عمي يوميا قتل طبيبة خصائي شهادتي اللي عندها حثالة المجتمع طبط كتلة وتيدني أحشي لازم أطلع بالإعلام ونحشي ونقول الوضع أمني ونستقر ووضع أمني منهار في ديالا حملة الاغتيالات في ديالا كشفت عن عملية ترهيب تمارسها الميليشيات ضد الأطباء لإجبارهم على العمل في مجمعاتها الاستثمارية تحت تهديد السلاح ومن يرفض وجب عليهم دفع الأتوات لميليشيات العصائب وبدر وبينما تتعرض ديالا للسلسلة اغتيالات وجرائم كان الموقف الحكومي في المحافظة ممثلا بمحافظها مثنة ميمي مبررا لجرائم الميليشيات فبدلا من تحمل مسؤوليته والكشف عن القتل ألبس التميم الاغتيالات والجرائم في المحافظة لباسا سياسية نحن نعتقد ما تتعرض للمحافظة خلال هذه الحادثين الأخيرة ما هو إلا لخلط الأوراق وربما وجود أغراض سياسية وعلى الرغم من عمليات الاستهداف لعدد من الكفاءات العلمية المعروفة خلال الفترة القليلة الماضية إلا أن وزارة الداخلية الحالية لم تعلق على هذه الحوادث أو أسبابها أو الجهات التي تقف وراء تلك العمليات في وقت تؤكد مراكز ومعاهد حقوقية بحثية ومنها معحد أكد الثقافي أن سباب تلك الحوادث تعود للسلاح المنفلة للميليشيات والذي يعارض أي صوت أكاديمي أو علمي أو مهني في البلاد